هي رواية مدير مكتب اللواء أشرف ريفي عمر البحر الذي أطلق أو أطلق النار على سيارته في طرابلس الرواية الأمنية تتضارب ورواية الوزير السابق والواضح أن ليس عمر البحر بطل القصة بل المستهدف الوحيد هو ريفي ليلة الأحد أصدرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بيانا مفاده أنه بناء على طلب البحر أقدم الشخصان على إطلاق نار على سيارته في طرابلس بواسطة مسدس حربي عائد إلى البحر نفسه وذلك بهدف توجيه الاتهام إلى ضابط في شعبة المعلومات ولم يخلو الأمر من عبارات استهدفت الوزير ريفي نفسه وعليه أتى الرد من كتبوا البيان بعبارات لا تليق بإلا بمن كتبوها تناولتني شخصيا في سابقة لم تحصل في تاريخ المؤسسة نحن أمام تهديد وأمام تصفية حقيقية لعمار البحر وبرجع بأنك الكلام اللي قيل لي عمر البحر دام معادلة إما السجن أو التصفية لا أشكك بعمل شعبة المعلومات أنا اليوم أتهم عمر محمد العرب وأتهم المرجعية السياسية لقوى الأمن الداخلي أنا أشرت إلى مرجعية السياسية يعني أتهم وزير الداخلية إننا نضع القضية لتصرف القضاء وعندما يقول كلمته سنعلن على الملء إدانتنا للفاعل أيا كان ولن نغطي أحدا ريفي الذي وصف أعلان استهداف مدير مكتبه ببقي البحصة توعد ببقي مزيدا ومن وحي الحديث كان لزاما علينا سؤال الوزير السابق عن كلام يتهم ريفي بالتآمر على رئيس الحكومة سعد الحريري أول شيء منه تآمر الحياة كول رأينا السياسي هذا مش تآمر هذا اللي احنا أحرار فيه السعودية منه ناطرتنا الحياة تخذ من المعلومات عنده إذا بكون سفارة عنده رجال لألا مشانيك أنه ولا أنا ألجأ للبظلومية ولا أنا ظلمت ولا إذا بدك ولا حدا تآمر علي ما حدا تآمر عليك أنت تآمرت على حالك مشانيك برجع بقوله الحياة اخرج من حضن الحزب الله اخرج من انهزميتك اخرج من خوفك حافظ على هويتك نحن وياك كنا سوا في الدفاع عن الدولة ضد الدولة اليوم ما بتعتبر أنه احتجاز الرئيس الحريري بالسعودية كما أعلى الرئيس الجمهورية هو خرق للسيادة اللبنانية أنا أقول لحظة الحرية الكاملة إذا بدك لسعد الحريري يوم تلا بيان استقالته هذا هو سعد الحريري اللي بنعرفه تماما اليوم عاد إلى سجن حزب الله في لبنان يتحدث ريفي عن حسابات واعتبارات أخرى غير أن ما وراء الكلام ينبئ بحسابات انتخابية مقبلة بمفعول رجعي لحسابات سياسية لايال سعد قناة الجديد